مرحب أحبابي كيف تكون؟ إن شاء الله اليوم تكونوا بخير وعافية وكل يوم يا رب اليوم بدعمل أنا وياكم طريقة تحضير الشوكولات بهيدا القوام بتلات دقايق فقط شوكولات عن جد عن جد ناش حامية بالمية وبمكونات موجودة بكل بيت لتغليف الكيك والبانكيك والتزيين الكيك ولكل الاستعمالات فينا نستعمل هايدي الشوكولات اللي بدعملها أنا وياكم من جد كتير روعة بتعايد لنبلش الطريقة مع بعض باسم الله الرحمن الرحيم أول شي عنا كوب حليب نحطه بالطنجرة كمان بحط نس كوب كاكاو ثلاث معالق طعم سكر ملعة اثنان ثلاثة منحط رشي صغيري فانيلا شي بسيط أقل من ربع الملعة حطيت كمان ما نحط ثلاث معالق طعام طحين ما بستعمل للنشا بستعمل لطحين بحركن شوي مع بعض على البارد بعد ما حركتم بهذه الشكل هلا بحطنا على الغاز وبحركن تحريك مستمر بحرك تحريك مستمر لا يشتد عنا الخليط وصربي هيدا القوام هلا بطف الغاز حطفوا الخليط مالعة طعام زبدي خلطوا نميح مع بعض لدوب عنا الزبدي شفتم عنا قوام على الشوكولات جد كتير كتير حلو ناجح مية بالمية تتحضر هيدا الخلطة مثل تدقائي هلا أبغليحو نبنيلو وبحطنا عجناب ليو بردو هيدا السوس بعد ما برد بحرارة الغرفة صار بهيدا القوام بعد ما برد بحرارة الغرفة هيدا السوس هلأ منحطوه بالبرد هيدا الشكل النهائي بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم وإن شاء الله بصوفكم بالفيديوهات الجاي باي باي أحبابي